وانا صراحة اشيد بالمذيعة باسم السلطان انها سحبت من سوار الفضحاء مو برستيجيش مو مكانك يا باسمه استيل باسمه اوكي محترامي كل الناس خير وبركة كل الناس عيال ناس بس انت استيل يعني لتش مكانة محددة يا باسمه فحرام ان انت دشين في هذه الترهات يعني بالذات يعني بغنه وانا ادري ان سبب لها تصدع باسمه ان يوم هوشتها ويا ملاك وبعد ان ادخلت وياها مرام وصار موضوع التلاسن والرد والسنابات وهذا عموما ترى هو الاعلام صعب ممكن للعائلات ترى تحمل اجواء الاعلام يعني تخيل يعني في تجاوزات سواء حتى يعني من الضيوف يعني حطة بمواقف كثيرة في ناس مزعجة يعني تخيلوا انا انا تساعة واحدة ونص او اطلع من القناة اذا حوالي تساعة اتنعش اتنعش ونص واحد دق علي ها الاستاذة ما يشنو منوت فلان لفلاني خير امرنش ما عارفك ايه ما عارفك بس انا داق عليك والله ما عجب عجب يعجبك ان شاء الله بس السؤال الناس ليش تقعد التليفونات ليش اصفحات التواصل الاجتماعي ليش سووها تواصل اجتماعي ما قالوا الدق علي التليفون فمزعجة وايد بالذات الناس اللي عندها عوائل وعندها زوج وعندها عيال وعندها ما شنو يعني خير حتى لو واحدة موت زوجة يي ابوها يقولها خير هذا شنو اللي داق عليك الساعة اثنعش صج وقاحة والمشكلة انه يجهلون القانون شنو راح يصير فيهم في الاخر فانا عموما قاعدة بس ما انت مو مقانج هذا واتمنى يمكن حتى لو قررت فيهم من الايام تطلعين في الاعلام وتروحين تطلعين في برنامج اعتقد انه يكون دراسة للفكرة تكون افضل من جدي